بسم الله الرحمن الرحيم أمامنا عشر ليالي الليالي العشر الأواخر من رمضان فيهن ليلة يكفر الله بقيامها كل ما تقدم من ذنوبنا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ذنوبك بغدراتك وفجراتك يغفر الله بقيام هذه الليلة فهذه منحة إلهية لكل مسلم ومسلمة وليلة القدر هي ليلة مخبأة بين الليالي العشر الأواخر من رمضان وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى يدرك قيام هذه الليلة وكان يجتهد في هذه الليالي في الطاعة والقيام ما لا يجتهد في غيرها من الليالي كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله ولا يغفر ما تقدم من ذنبك بقيام هذه الليلة فحسب بل أضف إلى ذلك أن كل عبادة في هذه الليلة تعدل عبادة أكثر من ثمانين سنة ليلة القدر خير من ألف شهر ألا تستحق هذه الليلة حالة خاصة من الشحن والاستنفار والتذكير؟ فهي فرصة لا يحرم خيرها إلا محروم وأنت سوف تستشعر بركات قيام هذه الليلة لشهور قادمة ففي هذه الليلة تقدر الأقدار والأرزاق والأعمار فيها يفرق كل أمر حكيم والليل يبدأ من أذان المغرب ويمتد إلى أذان الفجر فاجتهد في الطاعة طوال هذا الوقت والذي يبتغي الجنة يعمل لها هذه ليالي طاعة وذكر وقرآن ودعاء حافظ على صلاة الجماعة على وقتها بخشوع من صل العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صل الصبح في جماعة فكأنما صل الليل كله صل بتدبر واعلم أن الإنسان له من صلاته ما عقل منها حافظ على قيام الليل حافظ على قراءة القرآن في هذه الليالي فهذا شهر القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وهذه ليلة القرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها ولذلك فقراءة وجه واحد من كتاب الله يعدل قرابة أربعة آلاف وخمسمائة حسنة والربع الواحد فيه قرابة تسعة آلاف حسنة ولا تنس في هذه الليالي نصيبك من الأذكار وأحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهذا الذكر يساقط الذنوب كما في الحديث وقل سبحان الله وبحمده مئة مرة يكفر الله بها خطايا اليوم وفي صحيح مسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده مئة مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه ومن قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة ومن الأدعية المأثورة في ليلة القدر اللهم إنك عفو تحب العفو فعف عني أكثر من الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتحميد والتسبيح والتهليل والتكبير أيضا من الأذكار العظيمة التي ينبغي أن تحافظ عليها لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة ففي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك هذه ليالي بركات وأعمال صالحات وصلاة وقرآن وذكر وصدقات وأمر بمعروف ونهي عن منكر وتحفيز للأهل على قيام هذه الليالي فأدركوا الليالي العشر الأواخر من رمضان حتى تكونوا أدركتم قيام ليلة القدر وذكروا من تعرفون وانشروا هذه الحلقة بينهم وأبشروا برحمات الله وكرمه والسلام عليكم